اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني مساء اليوم بمدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد دارين تانج وذلك في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها إلى جنيف وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من القضايا والموضعات ذات الاهتمام المشترك وسبل الاستفادة المشتركة من التجارب والخبرات في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية مثمنا دور المنظمة الهام في تقديم التقنيات اللازمة في مجال الملكية الفكرية ودورها الريادي في إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية لتشجيع الابتكار والابداع